نرحب ضيفنا من عمان مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعضية الدكتور ديرار حسن بلعاوي دكتور ديرار أهلا بك معنا دائما على شاشة سكانيز عربية ما رأيك بهذه الدراسة؟ يعني إلى أي مدى اليوم مثير للقلق فعليا أن نسمع أنه ممكن لبعض الأشخاص أنه يحملوا الفيروس لفترة طويلة ما بعد سفائهم وكيف أيضا سيؤخر ذلك من مسألة احتواء انتشار الفيروس؟ تحياتي يا ستي لكي وللمشاهدين الكرام ستي هاي الدراسات أو هاي النتائج حقيقة ليست جديدة نحن نعرف بأن فيروس كورونا الحقيقة حسب البراهين في دراسات كبيرة عنه أنه بعد اليوم الخامس المصاب قليل جدا احتمالية أنه ينقل الفيروس لغيره لا بل هاي الدراسة اللي بحكي عنها نتائجه ودراسات أخرى كانت قبل إعطاء المطاعيم الآن وأنا أتحدث مع حضرتك أكتر من 9.5 مليار جرعة أعطيت حول العالم والمطاعيم يعني في إبراهين أنها تقلل أيضا من الحمل الفيروسي الموجود في الجهاز التنفس العلوي بمعنى آخر أن المطاعمين أقل قدرة على نشر الفيروس من غير المطاعمين إحنا مشكلتنا مع غير المطاعمين يا ستي أنه هم أول شي قادرين على أن ينقلوا الفيروس لأن الحمل الفيروسي بيكون كتير خصوصا مع متحور أوميكرون والمشكلة الثانية بأن أجسادهم مصانع للمتحورات دكتور يعني لو تسمح لأنقل وجهة نظر بعض الأشخاص ليس من باب الدفاع عن وجهة نظرهم وليس من باب دعم موقف الأشخاص الرافضين للتطعيم أو للقاحات ولكن هؤلاء يعني يرون بأن هذا المتحور الجديد أعراضه خفيفة وما الفائدة من أخذ اللقاح وبما أنه يعني ينتشر بكل سهولة وبسرعة كبيرة وكأنه نحن نخسر هذه المعاركة أمام الفيروس كيف ترد على هؤلاء الأشخاص؟ ستي هذا السؤال يعني كتير من الناس فعلا تسألوا وفرصة أني أجيب عليه عبر قناتك المهنية الجواب لا لماذا؟ لأنه نعم أنا بوافقهم بأن متحور أوميكرون وكما قلنا الطفرات ليست بصالح هذا الفيروس فكل ما تحور كل ما ضعف ولكن المشكلة أنه أنت لو أصيبت أصبت بمتحور أوميكرون ماذا يدرينا أنه ممكن هذا يؤدي إلى تدهور حالتك؟ لا نستطيع الحقيقة أن نجزم بأنه كلمة أنه ضعيف لا يعني أنه ممكن ترسل الشخص المصاب إلى غرف العناية الحثيثة لأنه هناك في عوامل جينية ممكن يكون الشخص مريض عنده أمراض مزمنة غير مضبوطة ممكن يكون الشخص عم باخد أدوية مثبتة للمناعة السبب الثاني أنه إذا أنت المصاب لم يعني تتعرض إلى مضاعفات خطيرة يمكن أن تنقل هذا الفيروس إلى ناس مناعتهم ضعيفة وبالتالي أنت بتكون أذيتهم ولهذا يجب عليك أن تأخذ اللقاح لأنه اللقاح بيقلل من الحمل الفيروسي بالجهاز التنفس العلوي وبيقلل من انتقال العدوى أما النقطة الثالثة وهو المهمة أنه الأشخاص الذين يتعرضون للفيروس الطبيعي نعم ممكن تكون خفيفة لكن أنا ما بقدر أجزم لك أنه لن تصاب بما يسمى بمتلازمة ما بعد كورونا ستة الآن إحنا بعد 24 شهر من هذه الجائحة عم من شاهد ناس اللي أصيبوا ولم يطعموا خصوصا عندهم شيء يسميه متلازمة ما بعد كورونا التهابات في القلب التهابات في الكلا في الكبد مشاكل نفسية قلق واكتئاب هذه كله يعني بسبب أنهم ما تلقوا اللقاح يعني مشاكل مزمنا الرسالة الشاهد من حديثي أود أن أسألك عن الأشخاص الأكثر عرضة يعني بيتضرروا بشكل أكثر من كورونا يعني تحدثت عن الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة وفي ظلمة نسمعوا حاليا عن ضرورة تأخذ الجرعات المعززة كيف يعمل من خلال متبعتك يعني اللقاح في جرعتيه مع الأشخاص الأكثر عرضة أو مع الجرعة المعززة كيف عم يكون تجاوب هؤلاء ستي إحنا خلينا نركز عن نقطة مهمة جرعتان لقاح مهمتان يجب على الجميع أن يأخذ جرعتين لقاح من أي نوع هي على الأقل قادرة على أن تمنع تدهور الحالة الخفيفة والمتوسطة إلى الحالة الشديدة والحرجة هذا أول شيء وكل من مر أو مضى على جرعته الثانية من ثلاث إلى ست أشهر أرجوك أن تأخذ الجرعة المعززة وأنا برأيي أنها جرعة معززة واحدة ما في جرعتان رابعة وخامسة وسادسة هذا كله إشاعات ليس لها أي دليل لكن أنا مهم جدا أتحدث عن الفئات ذات الإختطار العالي وخصوصا المرضى السكري خصوصا المرضى السكري اللي سكرهم مش مضبوط مش عم بأخدوا أدويتهم أثبتت الدراسات أنهم أكثر ناس معرضين أنه تدهور حالتهم في حال أنهم أصيبوا عليهم أن يأخذوا الجرعة الثالثة من إضافة للأشخاص اللي الله يشفيهم عم بتعالجوا من أمراض السرطانات بكافة أنواعها عليهم أن يأخذوا جرعة ثالثة وبعد ستة شهر يأخذوا جرعة رابعة هم الوحيدين اللي عليهم أن يأخذوا جرعة رابعة وهناك فرق بين المعززة والجرعة الثالثة والرابعة يعني المرضى اللي عندهم مشكلة بالمناعة أو يأخذوا أدوية مطبطة للمناعة جرعات اللقاح عندهم أربعة يعني تلاتة بالإضافة لرابعة معززة أما الآخرين فجرعتين اللقاح بالإضافة للمعززة اللي هي الثالثة شكرا لضيفنا من عمان الدكتور ديرار حسن بلعاوي مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعضية أهلا بك دكتور ترجمة نانسي قنقر